متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة كنت اتكلمت في فيديو سابق عن اهم الانناونسمنت او اهم الاخبار اللي تم الاعلان عنها من قبل شركة جوجل في مؤتمر اي او وكلمت عن وجود باقة جديدة حتعملها جوجل الباقة دي حتكون يعني انا شايف انها غالية جدا اسمها جوجل اي 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 الترا يعني ما كانش لسه متضح ليا المميزات اللي انت ممكن تاخدها في خلال هذه الباقة ولكن حبيت النهاردة ان انا اتناول جوجل اي اي الترا ومش عشان اعمل لها دعاية اطلاقا هي اصلا متاحة فقط حاليا في الولايات المتحدة الامريكية فقط ولكن علشان نبص هل فعلا هذه الباقة تستاهل بكل الحاجات الموجودة فيها ولا لا او هل انا كاند يوزر هستفيد منها ولا الافضل ان انا اخليني في الباقة العادية لو انا على الباقة العادية او اصلا اكون في الباقة المجانية واستخدم جوجل اي ستوديو زي بصراحة ما انا بعمل يعني انا باستخدم جوجل اي ستوديو في الخطة المجانية بالنسبة لي جيميناي مش بحتاجه اوي لان انا بعتمد على شات جي بيتي بشكل كبير جدا عشان اكون معكم وقعية او بنقلك الخبرة بتاعتي لكن جيميناي ممتاز انا لا انكر ان هو ممتاز ولكن بحس ان هو مفيد اكتر في مجال الكودينج وتصحيح الاكواد وكتبة الاكواد وما الى ذلك بالنسبة للكتابة والكتابة الابداعية انا مرتاحة اكتر مع شات جي بيتي ولكن تعالى نبص بقى عن قرب كده عن جوجل اي اي الترا هذه البقاء الغالية جدا من وجهة نظري واللي اعلنت عنها شركة جوجل وهي بقت اشتراك جديدة للذكاء الاصطناعي بقى اعلى حدود استخدام وبتمكنك من الوصول بقى لكل مميزات جوجل يلا بينا نبص عليها ونعرف مميزاتها ما تروحوش في اي حتة حنرجع لكم مرة تانية برجنا لكم مرة تانية علشان نتكلم عن جوجل اي اي الترا الباقة اللي بيسموها الاكثر تطورا للذكاء الاصطناعي انا عملت كده زي بريزنتيشن علشان بشكل بسيط بدل ما نعود نقرأ الارتكال ونشوف الجديد فيها ايه نقدر نحن نلخص كل اللي موجودة بشكل بسيط والناس تبقى عارفة جوجل اي اي الترا بتقدم ايه للمعرفة او حتى الناس اللي هي مستقبلاً عايزة تجربها تبقى عارفة هي دخل على ايه بالضبط لما تشترك في هذه الباقة اولاً هذه الباقة حالياً مش متاحة غير في الولايات المتحدة الامريكية يعني هي اصلاً مش متاحة في اي دولة تانية كمان هي القيمة بتاعتها من وجود نظري قيمة عالية جداً على المستخدم العادي يعني بالنسبة ليه مستخدم عادي بيستخدم جميناي في الكتابة في التلخيص في التحليل ممكن تعمل شوية صور تعمل عليها ايديت او حتى تستخدم فيو تو علشان تعمل شوية فيديوهات تساعدك لو انت بتعمل محتوى نظري جوجل ألترا مناسبة اكتر للمستوى الابداعي المبرمجين اللي بيشتغلوا على تطبيقات معقدة مستوى عالي جداً وحنشوف دلوقتي مع بعض المميزات اللي موجودة فيها طبعاً زي ما احنا شايفين امكانية وصول لنمازج متطورة لو افلام انتاج افلام برمجة ابداع فنسبة ليها هذه الباقة تعالوا بقى نشوف مميزات جوجل آي ألترا اولاً بس حابة اقولك ان انا البرزنتيشن ده او العرض ده الناس اللي بتسألني دايماً في التعليقات عاملاه بجين سفار كي اي طبعاً جين سفار كي اي لما بيجي يعمل برزنتيشن بحس ان هو بيعمل دعاية للكونتنت اللي انا ببقى عايزاه يعني هو هنا حسن ان هو يعني عامل عرض تقديمي زي بروبوزل كده دعائي الجوجل آي ألترا وانا مش بعمل له اي دعاية ولكن هو عامل الموضوع كده بشكل جزاب لان انا دايماً بقول له اعمل لي سلايد ديك واعملهولي حطيلي فيه animated icons علشان الموضوع يبقى زي ما انتم شايفينه بالمنظر ده هنا ايه هي المزايا الحصرية اللي موجودة بقى في هذا النموذج اولاً بالنسبة للجيميناي هتقدر ان انت تستخدم تجربة افضل مع النماذج اللي موجودة داخل جيميناي واحطيب استخدامها عالية لو انت شغال على ابحاث متعمقة لو انت عايز تنشئ فيديو متطور مع فيوتو وتوصل وصول مبكر لـ VO3 يعني معنى كده ان لسه VO3 مش متاح لو انت بتشتغل على مشاريع برمجية ابحاث اكاديمية مشاريع ابداعية فالحالة دي هيكون مناسب لي جوجل آي ألترا الفيلم ميكرز بقى الناس اللي بتعمل صناعة الافلام بالزكاة الاصطناعية وعايزة يعني تعمل افلام بهذه الطريقة فحيكون بالنسبة لهم منصة فلو مميزة جدا وطبعاً زي ما قلت لها هيكون فيها وصول لـ VO3 ودعم الفيديو دقته 1080 بيكسل وهيكون فيه كمان تحكم مش تحكم عادي في الكاميرا هيكون فيه تحكم متقدم في الكاميرا بالنسبة الويسك ويسك انا بستخدمه من خلال VBN لان هو مش مفتوح كده برضو ومش مفتوح غير داخل الولايات المتحدة الأمريكية طب ويسك فيه مين دلوقتي موجود Imagine 4 Imagine 4 هو نموذج لتوليد صورة بالذكاء الاصطناعي وأنا جربته بالفعل وإن شاء الله حعمل فيديو على قناة كل يوم موقع جديد يعني أنقل تجربة Imagine 4 ممتاز جداً جداً وقع جداً جداً مهتم بالتفاصيل جداً جداً وفيه كمان حاجة اسمها وسكا أنيميت تقدر تحول الصورة إلى فيديو بيستخدم فيها VU2 أما بالنسبة بقى لو أنت حتكون على الجوجل i Ultra في الحالة دي أنت حتستخدمه بحدود أعلى بكتير جداً بنكونه في الخطة المجانية أو في الخطة الأخرى ليه تقريباً بعشرين دولار في الشهر العادية يعني اللي هي جوجل برو على ما أعتقد وبالنسبة ليه Notebook LM تقدر أن أنت توصل لحدود أعلى وقدرات أعلى للNotebook LM أعتقد حيكون له علاقة بطول الأوديو اللي أنت بتنتجه وأيضاً فيه Customization حيكون للأوديو أكتر تحكم في الأوديو مدته قصيرة طويلة متوسطة والموضوع حيكون متقدم أكتر مع Notebook LM حننتقل بعد كده للمزايا الإضافية بالنسبة ليه جيميناي حيكون Integrated موجود في تطبيقات جوجل المختلفة سواء داخل الجيميل سواء داخل الدكس سواء Vets وأيضاً المزيد من التطبيقات عشان تساعدك على إنجاز عملك بكفاءة بالنسبة ليه جيميناي في كروم حتقدر تحصل على وصول مبكر لجيميناي داخل متصفح كروم والميزة دي حتحلك فهم المعلومات المعقدة وإكمال المهام على الويب باستخدام صياق الصفحة اللين أنت حتكون موجود عليها بالنسبة للبروجيكت مارينر هو نموذج بحثي تجريبي حيساعدك في إدارة صوابقها في الحالة دي حيساعدك في إدارة لحد عشر مهام في وقت واحد بداية من أنت بتدور في حاجة لحد ما تحجز أو تشتري يعني تدور على منتج معين وهتبتدي أن أنت تحجز للمنتج أو تشتري المنتج حيساعدك فيها حيضر لك لحد عشر مهام في وقت واحد من خلال لوحة تحكم واحدة موحدة بالنسبة ليوتيوب بريميوم أيضا الناس اللي حتكون في جوجل آي ألترا حتقدر تحصل على اشتراك بريميوم الفردي عشان تشوف يوتيوب ومن غير بقى موضوع الإعلانات بالنسبة لي مساحة التخزين أنت بتاخد 30 تيرا بايت مساحة التخزين هائلة بقى الناس اللي بتحط صورها على جوجل فوتوز أو درايف الجيميل كل ملفاتك إيميلاتك حاجتك كلها براحتك يعني خلاص أنت كده مش هتفكر أصلا في المساحة طب تعالى نبص نقارن بقى ما بين جوجل آي برو وجوجل آي ألترا أولا جوجل آي برو بشرين دولار تقريبا شهريا هتقدر أنت توصل لي جيميناي برو أعتقد 2.5 هنا في غلط في الكتابة مساحة تخزين 2 تيرا بايت في حالة جوجل آي ألترا توصل لي جيميناي ألترا 2.5 وفي ميزة الديب سينك بتقول لي جرابي ميزة الديب سينك أولا مش موجودة غير في جوجل آي ألترا وكمان هو مش متاح في الولايات المتحدة الأمريكية يعني اللي 2 وبصراحة أنا مش هجرب جوجل آي ألترا عشان أكون معكم واقعية يعني مش محتاجية أصلا يعني في مساحة تخزين 30 تيرا بايت أيضا فلو بحدود أعلى ودقته 1080 والوصول المبكر لـ VO3 أما في حالة البرول عادي الوصول لفلو هتقدر توصل لفلو بس الفيديوهات اللي أنت هتنتجها هتبقى مع نموذك VO2 لحد إشعار آخر يعني ممكن يتحوها يعني limited بالـ VO3 أيضا في تكامل ما بينجي بناء وتطبيقات جوجل في حالة جوجل آي برو وأيضا نفس الكلام موجود داخل جوجل آي ألترا وفيه اشتراك يوتيوب بريميام في الألترا لكن مش موجود في البرو بروجيكت مارينر مش هيكون أيضا موجود في البرو لو بيتحلك أن أنت تدور وتحجز وتشتري وتقدر تعمل عشر مهام في وقت واحد من غير لوحة التحكم واحد زي ما قلتلك الموضوع بقى مناسب لإيه للمستخدمين يوميين والمحترفين طب تمام محترفين يعني فيه اللهم عايزين يطلعوا شغلة حلوة يعني من جيميناي أما المبدعين والمطورين ففي الحالة دي هيحتاجوا قدرات أعلى فهتكون جوجل آي ألترا مناسبة لهم وزي ما قلتلك هو كده كده مش موجود غير في الولايات المتحدة الأمريكية الأدوات بتاعة الإبداع يعني اللي هما شايفين هي أقوى حاجة موجودة عندهم أو اللي بتميز جوجل آي ألترا فلو علشان تقدر تنتج فيديوهات بي بيو وثري الدقة هتوصل لألف وتمانين والتحكم المتقدم بالكاميرا والتأثيرات أما بالنسبة الويسك عشان هتستخدم ضمع التلكويسك هيخديك تعمل فيديوهات جوجل آي ألترا يعتبر بحدود عالية جدا يعني مش هايز أقول بلا حدود لأنهما مش قايلين بلا حدود بتقدر تعمل محتوى إدعي وتسويقي لأنه يدعم الكل بتاكست بشكل كبير جدا بتقدر تعمل منه بانرز وشغلة عالية قوي لو أنت هتعمل بس بانر imagine 4 كمان هتحركه فدي هتبقى حاجة كويسة جدا وتعمل مقاطع بالفيو وتقول حد 8 ثواني ده منطقة البساطة جوجل آي ألترا بكل المميزات بتاعته بالفرق ما بينه وما بين النسخة العادية البرو هل أنت شايف إن جوجل آي ألترا يستاهل هذا الرقم الكبير سيبك بقى من أول 3 شهور ب125 لأ أنا بتكلم عن 250 دولار ولا لأ وهل أنت حتى لو كنت في الميكر وصانع بقى أفلام وبتعمل حاجات إبداعية هل أنت شايف إن أنت هتكتفي فقط بجوجل آي ألترا ومش هترجع تستخدم يعني بلاتفورم تانية فالموضوع بالنسبة لك هيبقى كده أنت متقبله ولا لأ فيريت إن أنا أسمع في التعليقات رأيكم أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو بتنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت لو كنتم متابعين الأعزاء ولو كنتم بتشوفنا لأول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته